شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بيتروسبيرغ في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لأثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي وتم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانقراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة